القصة اليوم ستكون ستتنائية في هذه الكثير من الأشياء ستكون قصة مفيدة ورائعة وفي نفس الوقت ستكون معتقدات في العالم الآخر لكن هذه المعتقدات ستؤديها بهذه السيدة التي تضيرها القصة لأشياء التي لا تقدرونها تخيلها اليوم سنرى القصة الوحدة من أفضل الفنانات التي تأتي في الوطن العربي سنرى كيف تحول الحياة هذه الفنانة من حياة العز والسلطة والمال والشهرة والفن إلى الفقر والاكتئاب والشعوادة والسحر والدجل اليوم سنرى الهوس الفنانات التي تريد أن يكونوا زوينات وشابات ومين تستطيع أن تصل بهم الدراجة لكي يكونوا زوينات وصغيرات وباقي الشابات اليوم ستكون فنانة تقوم بكثير من عشر العمليات للتجميل لكن في حال هذا الخوت كانوا يقوم بطرق آخرين لكي يكونوا زوينات بعد أن نطور لكم هذه الكثير من الأشياء ستكونوا بلسطة 30 كيل وعيشوا معي الأحداث هذه القصة الرائعة التي سنعود لكم لكن في طبيعة الحال لا تنسوا أن تضعوا واحد لايك قبل أن تبدأوا وعلى بركة الله نبدأوا القصة ديانا اليوم الخوت سنرى القصة الوحدة من أفضل المواهب التي تأتي في الوطن العربي وسنرى كيف حتى دخلات للفن وكيف حتى خرجات منه وكيف كان هو الشخص الذي يبس بابه وتقلبت لها حياته رأسا على عاقب وهذا الشخص يعتبر من أكبر رجال الدولة وهو الذي كان السبب لها في الكثير من الحويش اليوم الخوت سنرى القصة الحقيقية للفنانة زكية فوزي محمود ستسمعوا شي حويش عليها الذي لم تسمعوا بها من قبل سوف نعرف أن الخوت لا نحاول أن أجلب لكم شي حويش الذي يبقى الجداد والذي يعمركم لم تسمعوا بهم من قبل نحن بالطبع لأن الخوت لا يهمونا التفاصيل لهذه الفنانة إن كانت فنانة رائعة لكننا لا سنطرقوا للتفاصيل في حياتها الفنية إنما سنرى القصة ديانا التي كانت استثنائية بالصح والذي أنا متاقن سيتعجبكم وسيتستافدون منه وانتم ما معكم فقط ستركزوا معي في هذه القصة وديروا لايك وبرتجوا مع الأصدقاء ديانكم ودعوا معكم بعض التفاصيل والبقية لكي نعرف التفاصيل القصة لنا سنصافروا للعاصمة الفن والعاصمة الفنانة وأساطير الفن سنصافروا لدولة مصر وبالتبط مدينة القاهرة القصة لنا ستبدأ من الذي أحد الراجل كان اسمه فوزي أحمد كان خدام في السكاك الحديدية وكان مزوج بأحد المرأة لأن اسمها نجاة عبد الرحمن والتي هي ربّة بيت كانوا عايشون على قد الحال لكن كانوا عايشون بخير على خير عندما كانوا دخلوا للقاهرة حيث كانوا في سوريا من قبل لكن هذه الساعة كانوا دخلوا للقاهرة واستقروا فيها سيعيشون في الضبط في شعبي وقديم وعريق من الأحياء القاهرة والذي هو باب الشعرية الشعبي المهم الخوط في هذا الحي هذا سيبدأ الحياة لهم هذه العائلة كانوا عايشون في حياة مستقرة وبحالة بحالة جميع العائلات التي كانوا يعيشون في الأحياء الشعبية الراجل كان خدامه يقابل العمله وزوجته كانت ربّة بيت تقابل ولدها ودارها كانوا لديهم أربعة الأبناء جوجة الدراري و جوجة الأبناء حتى لوحد النهار سيقرر فوزي وزوجته لكي يزيدون ابن خامس وركم عارفين الناس القدام كانوا يعزيز عليهم الدراري بزاف وكانوا يولدون بزاف يعني ليس بحال ذات المهم على المدناجات سيتحمل للمرة الخامسة ومن الثالث الفترة الحمل لها سيرزقهم الله بابنه تزادت نهار الأحد 22 ماي سنة 1932 سيفرحوا باب الزاف ومخلوا ما داروا عليها و سيسميها ذكية فوزي محمود ذكية بدأت تكبار و تلعب مع البنات الحي ديالهم الذي كان هذا الحي شاعبي من الذي كبرت قليلا قليلا قررتها لكن وخها كانت محضوضة لأنها صغيرة من هذه العائلة يعني دائما الإبن الصغير يكون قليلا في الشش ذكية عاش الطفولة زوينة و أي شيء أردتها كانوا يجلبونها لها غير لكي تبقى فرحانة ذكية من الصغر وهي تغني و تقرأ في الإعداد و التناوي لم تبقى غير تغني فقط لا بل و تتمثل حتى في المسرح المدرسة أي شيء كانت تدار في المدرسة عندها علاقة بالتمثيل و الغناء و تجد زكية و مشاركة فيها هي الأولى حيث كان عزيز عليها كثيرا في التمثيل و الغناء و كانت تجد قراحتها في هذا الموهب الذي لديها لكن في حال هذا شيء كان لديها غير هواية فقط يعني لا يعوش عليه لكن لديها أحلام لا يريد أن تحققهم و كانت تقرأ حتى سالة الدراسة و تخرجت في السالة الدراسة ستزوج بأحد الرجل الذي كان كبير منها في السن كبير منها في سنوات كثيرة لكن تزوجته و كانت تزوجته و كانت صغيرة و يقولون أنها تزوجته على 18 سنة و كانوا يقولون 20 سنة لكن المهم أنها تزوجته صغيرة لكن هذا الزواج الذي تزوجته لم يطلق كثيرا و هو كان يريدها و يحاول يحاول و كان يريدها و يحاولتها و يحاولتها لكن هذا لا ينفع و أبقيت معها فقط عامين و يطلق لكن في هذه العامين أبقيت معها و أحد ابن يسمته مصطفى و لكن الأطلقات ذكية رجعت لكي تعيش مع والدها في الدار و أبقيت عند هذه الهواية للغناء و أكثر أن تزوجها كثيرا و ترى الممثلين و المغنيين و هناك ذكية لأنها 25 سنة و تزوجها كثيرا و هذه الجمال سيعونها لكي تذهب بعيد ستبقى ذكية لسنوات كثيرة و هي تذهب للملاهي الليلية في الأول كانت ترى غير المغنيين و المطريبين لكن من بعد أبقيتها مرة مرة و تتغني و تتغني و تتغني و من بعد سنوات و سنوات و هي تقوم نفس الحاجة و تقوم نفس الشيء الذي ترتاح فيه ستوقع واحد الحاجة الزكية التي ستبطل حياتها 180 درجة و هي التي ستجعلها و هي من أشهر الناس الذين كانون في مصر في كل دار ستجعلها مسلسلاتها و في كل عرص ستسمع أغانيها و العرص الذي لم يكن فيها أغانيها سيكون لا عرص مواله و سيكون ناقص ماذا ستوقعها؟ حتى ستبدل حياتها سأعود لكم الأخو في سنة 1959 زكية كان العمرها 27 سنة كانت تمشي للملاهي الليلية لكن في هذه السنوات ستحسن و سيكون للملاهي أكثر من الأول و حتى من الزين أغانيها أغانيها و هنا الأخوة تجعل روايات الرواية الأول تعود أن الزكية كانت في برنامج الراديو و ستغني مقطع من أغنية أم كالتوم و في ذلك الوقت كان الراديو عليه الطالب بالساف و كان شيء كبير مقدس و كان عدد كبير من الناس يسمعوني و يقولون بالذكية لما تغنيت هذا المقطع سمعتها فنانة ومخرجة لبنانية لذلك الاسم ماري كويني أما بالنسبة للرواية الثانية الأخوة تقول بالذكية كانت في ملها ليلي و تغني كيف العادة و تغني فوق الخشابة لكن هذه المرة لم تتبع المرات لأخرين لذلك النهار بالضبط في هذه الملها كانت الفنانة و المخرجة ماري كويني سمعتها تغني و يعجبها صوتها كثيرا زائد أن من اللي شافتها عجبتها كثيرا و يعجبها الجمال ذكية كانت أحد البنت الاجتماعية و هذا الشيء كامل بطبيعة حال يجب الفنانة ماري تعجب بها كثيرا و غير سالة هذه الليلة و الناس بدأوا يرى حالهم من الحفل ماري سيتهضر مع ذكية و بقيت تهضر معها أكثر من ساعة هذه المقانة و هم يدوي و يتناقشون سيتعرفها جيدا و سيتتافقوا لكي يتطلقوا الغدل ذكية ذكية و هي فرحانة كثيرا لم تكن تخيل رأسها أن النهار سيتقلس مع فنانة كبيرة و الاطلاقة معها و حتى هذه الساعة الأخوة أنها ذكية بقيت فرحانة و حتى تتطلقات مع هذه الفنانة الكبيرة يعني حتى الليلة لا أعلم شيء الذي يخبي لها المهم أن الأخوة لا تتطلقها و تتطلق لها هذه الفنانة الكبيرة ماري انبهرت الكثير منها ذكية و بنت لها و التي ستكون في المستقبل ممثلة و مغنية كبيرة لم تريد أن تطيع من يدها هذه الفرصة و تريد أن تكون هي السبب في الشهرة و تكون هي السبب في الظهور في عالم الفن و غير لكي تعرفون الأخوة أن في هذه الوقت كانوا الممثلين والمغنيين والفنانين بصيفة عامة كانوا يتعاندوا بيناتهم لكي يجلب موهبة لكي يصعها لماذا كان عدد كبير من الفنان والمغنيين الذي كان السبب في الشهرة لهم فنان كبير المهم ماري لم تريد أن تطيع زكية من يدها و في سنة 1959 سيترشحها لكي تمثل أول فيلم لها و الذي كان اسمه أحلام البنات مثلت فيه مع فنان كبار بحل روشدي أبادة و نجم الكوميديا الراحل عبد السلام نابولسي و هنا بالضبط في ماري كويني و عبد السلام نابولسي سيغيرون الزكية و سيستبدله باسم شهرة و هذا الاسم لكي يساعد على الانتشار بالزربة الغية يعني يكون الاسم لزوين وجداب و هذا هو الوقت في نقول الاسم ماها صبري الاسم اللي بقى عندها حتى ماتت و الاسم اللي يعرفه الكبير والصغير أما بالنسبة الاسم الحقيقي كانوا يعرفوه غير العائلة دياله و المقربين فقط المهم بهذا السيناريو زاكية ولا الاسم ديالها أو اسم شهرة ديالها ماها صبري و بهذا السيناريو ماها خدأت أول فرصة لها في الفن و بالطبع الحال ماها كانت تقدل كلمة ديالها و كيف نقوله حتى هي مضيعات الفرصة وبرهنات على الكفاءة ديالها و في الفيلم الأول ديالها كانت كتبان بشيء ممثل الذي محترفه و أدات الدور ديالها بأحسن طريقة لدرجة تجعلت كل شيء مصدوم و يقول فين كانت هذه السنوات كاملة لدرجة في نفس هذا العام ستدير الفيلم ديالها ثاني لكن بالطبع الحال هذا الفيلم الثاني الذي درته هذه المرة لم يكن لديه دور تناوي إلا كان لديها دور البطولة الفيلم كان الاسم دياله حسن وماريكا و من ثلاثة مع الفنان الكبير اسماعيل ياسيني و من هنا بدأت الحياة الجديدة مها الحياة الفلوس والشهرة و الذي يجعلها تثلت في الأفلام بكثيرا هو الصوت ذوين و حتى المظهر حيث الكثير من المخرجين من الذين يريدون أن يدروا فيلم يرى و يقلبون على شيء واحد الذي يكون الصوت ذوين بكثيرا زائد يكون يعرف يمثل لذلك لماذا الممثلين الأقدام كانوا الأكثر فيهم يغنيوا و يمثلوا في نفس الوقت و في هذا الوقت تقريبا مها ستزوج بالزوجها الثاني الذي كان اسمه عبد الفتاح كان واحد تاجر الذي تريه كثيرا يعني من التجار الكبار لكن حتى هذا الزواج هذا لا سيكون طوالا سيبقى فقط المدة الخمس سنوات و سيتطلقوا لكن في هذه الخمس سنوات سيتولد معه جوجة لبنات الأولى اسمها نجوة والثانية فاتين أما بالنسبة للتمثيلها فبقيت مها في القمة بحلول يعني الزواج لا بدل وارد وبكل اختصار لكي ندخلوا في التفاصيل للحياة الفنية مها صبري مثلت في 21 فيلم ومسلسل تقلقت كثيرا في الحياة الفنية سواء في أفلام أو أغاني كل شيء يعرفها في مصر أولت أيقونة كبيرة لكن بالنسبة للحياة العاطفية كانت تمناج حشفها سيتعرف على واحد السيد آخر لكن لا تزوجت به وتفارق ولا تفاهموه وكانت التعرف عليه لم تتفاهم أيضا يعني ينطب بناتهم والأكثر كان يقول لها يعني لا تقلق لا تقلق ولا تقلق ولا تفاهموه لكن ستبقى هكذا حتى النار الذي سيتعرف به على شخص وهذا الشخص كان هو السبب في الكثير من الحياة وهذا النهار الذي سيتطلق فيه مع هذا الشخص كان هذا النهار هو السبب لكي تقلق لحياتها رأسا على عاقب المهمة الخطفة في نهار الفنان الراحل أحمد رمزي كان لديه حفلة في بيته سيأتي بالفنان الكبار للك الحفلة التي كانت فيها وشخصيات هامة في الدولة وسياسيين وقياد عسكريين كان في هذه الحفلة وكان تتصلي obwohlها صبي ولكن هذا الحفلة كانتzugeتعة غلية الفنان ولكن الشخصيات الكبيرة والحفلة سيتكون في هذه الحفلة سأت Personen كان يكون من الشخصيات الكبير هو اللواء علي شافيق هو من الهور هو انه عميد في الم Medica في هذا الوقت جميعا بالف�� بالأخر من السبري أن البداية فلم يمكن لا يمكن أن يكون صابر ونذهب لها وتبادل معها الحديث يبقوا مع بعضياتهم حتى لوحد اللحظة تفاهموا وتافقوا أنهم يطلقوا من بعد سيبقوا ويطلقوا ويطلقوا حتى الوحد النهار علي شافق سيقرر لكي يقول لها تزوجي بي لكن بشرط أن يكون بيناتهم زواج عرفي يعني زواج غير رسمي لكن بالطبع هذه القضية رفضتها معها رفدا قاطعا وقالت له إذا أريد أن يتزوج بي يجب أن يكون زواج رسمي زائد في كل مرة تزوج بيها ويطلقها ويجب أن تزوجه وأنوياك سيبقى علي شافع كيف يفكر لكن في الأخير سيوافق على شروطها قال لها وافقت على هذا الشيء كامل الذي قلت لكن بشرط الذي سنقول لك قال لها سنطلب منك لكي تعتزل حتنتي الفن ولا تبقى تمثلي أو تغني والسبب في هذا الشيء هو المنصب الذي كان في الدولة قال لها أريد أن تعتزل هذا الشيء كامل لكي حياتي تستمر بوحد الشكل الذي يزوين ستبقى تفكر لكن في الأخير وافقات وافقات على العرض في الحقيقة هذا الموقف كان غريب قليلا لأن أي رجل كانت تتعرف عليه لم تتقبل لي هذا الطلب لكن هذا كان استثنائي لم أعرف ما كان بيناتهم لكن وافقات على الطلب مع العلم أنها في هذه الوقت كانت وصلت للقمة كانت وصلت للقمة في الفن ومع ذلك قبلت لكي تعتزل وماذا كانت تبغيه أو طمعا في الفلوس والسلطة الله أعلم لا ندخل في التفاصيل ما نعرفه هو أنها وافقات لكي تعتزل الفن المهم سيتزوج باللواء علي شافاق سيتزوج العرز لهم ودازل كل شيء باخير الحياة لهم كانت سعيدة وكانت حياة المثالية وكان كل شيء باخير واخير سيعيشون حياة أسرية هادئة وربي سيرزقهم بأحد الولد الذي فرحوا به الكثير والذي اسموه أحمد شافاق كان كل شيء هو هاداك وكان كل شيء باخير واخير حتى سيصل إلى عام أو سنة الذي ستبدل فيه هذا الشيء كامل في عام 1967 وقعت نكسة يونيو والهزيمة التي تعرض لها الجيش المصري هذا الشيء يؤدي للقسام الجيش ومشاكل كبيرة في دولة مصر لدرجة وصلت القادية محاولة اغتيال الرئيس المصري جمال عبد الناصر فسيقع هذه المشاكل الجيش والتي تحت قيادة المشير عبد الحكيم عامر ونطالق مدير المكتب عبد الحكيم عامر هو وكاتم الأسرار العقيد علي شافاق الزوج المهض سيمشون بالدبابات والدار الرئيس جمال عبد الناصر سيمشون في المنزل وسيحاصرونه وقالوا لي إذا طارت أي طائرة من المطار سيترى في المنزل وسيتموت المهم الأخوة لا تدخلوا في تفاصيل هذه المشاكل التي كانوا واقعين هذه الساعة في مصر المهم من بعد هذه المشاكل سيقومون الرئيس هذه الساعة سيخرج من المنزل سالم ومواقع له شيئا لكن هنا الرئيس جمال عبد الناصر سيتأهم 48 واحد من السببب في الهزيمة التي وقعتها في مصر واتهمهم حتى بمحاولة اغتيال له وسيدخلهم كاملا للسجن ومن بينها 48 واحد كان حتى علي شافيق الزوجة معها وهنا الأخوة سيبدأ المعاناة الزوجة سيدخل للسجن وهي مكان عارفة فوقها سيخرج ومن الرئيس الساعة جمال عبد الناصر سيحدد الإقامة في المنزل يعني ممنوع عليها تخرج من مصر ولا تمشي لأي بلاصة وما وقفش غير هنا فقط لا بل منعها على التمثيل وعلى الغناء وعلى المجال للفن كامل وزاد منعها على أغانيها لكي يدوزوا لمن التلفازها ومن الراديو وهنا بدأت الحالة تتأذم نهار على نهار سيبدأ هذه الفلوس ينقصوا وبدأت تدخل في أكتئاب وكل نهار كانت تزيد تسوق الحالة كثير من الأول ماها وصلت لأحد دراجة لا تبقى عارفة مدى رقاعها وكل شيء تصدق قدامها والحياة وقفت وحتى شخص موقف معها وعونها بدأت تفكر وهنا سيتمشي وتقصد الفنانة أم كالتوم طلبت منها المساعدة وقالت لها سأريدك تعونيني وبالفعل أم كالتوم سيتعونها وهذا كانت السبب لها أنها تغني وبحكم أنها كانت لديها علاقة قوية بالرئيس جمال سيتطلب منه أن يجعلها تغني هو سيوافق لكن بشرط لا تشارك في شيء رسمي سيجعلها تغني فقط غير في الملاهي الليلة أو شيء بحلاك وهي طبيعة الفرحات في هذا حتى أخيرا سيتم تغني لتأخذ الفلوس وخف الحقيقة كانت مصطوبة كثيرا كانت عيشة كبيرة كثيرا وكانت مشهورة وذلك لا يوجد الحق أنها تمارس الفنها وهذا يجعلها تدخل في حالة نفسية سيتبقى حالة بحلاكك حتى يموت الرئيس جمال عبد الناصر الله يرحمه وتولى الرئاسة محمد أنور السادات هذا الرئيس جديد سيأمر لتطلاق الصراحة من 48 شخص الذين كانوا في السجن والذين كان منهم حتى شافيق حتى هو تطلق صراحة غير سيخرج سيهز الزوجة ومها ويعيشون في العاصمة البريطانية لندن ثم مها تتغني مرة مرة في هذه الملاهي الليلة التي كانوا تم أما بالنسبة لعلي شافيق سيستغل هذه السلطة التي كانت لديه وهذه الناس التي تعرفهم سيستغل شيء كامل في التجارة لكن لا توجد تجارة بل تجارة في فريدا سيبقى على هذه الحالة حتى توقع واحدة التي كانت هي السبب في النهاية في سنة 1977 في سنة 1977 عندما كانت خارجة من واحد عرض كبير من واحد الملهلي الذي كانت في لندن من لسالة هذه الحفلة وخرجت ومشت لدارها ستستمبل الذي كانت الزوج كان مئة مقتول لم أعرفت ما كان لديه هذا الشيء عيطت للشرطة وبدأوا البحث يقلبوا لكن لم يصلوا إلى نتيجة ومشهول ومشهول مع هذا الصبر ستترجع إلى مصر وكانت في حالة نفسية التي كانت خطيرة كانت حالتها صعبة ومريضة نفسية ومريضة في صحتها زائد أن كل شيء لا يبقى عند دواله ستترجع من أين بدأت من صعره ودعبت هذه الفلوس التي كانت تشد من هذه الملاهي التي كانت في مصر حتى لا يبقوا وخا هذا الرئيس الذي كان منعها من التمثيل ومن الغناء وخا مات إلا أن هذه الساعة كانت صعبة حتى بدأت تكبر حتى بدأت تكبر حتى بدأت تكبر في السنة ولم تبقى زوينة كيف كانت والأعراض والشيخوخة والمشاكل التي كانت واقعا لها وكلهم بان وفاع وهذا الشيء بالتبط حتى يزيد مردها فكرت أن تعمل عمليات جميلة لكن في هذا الوقت كانت القضية صعبة وكانت هذه العمليات كانت غالية وليس لديها الكافية وليس لديها عمليات جميلة أو رخصة وليس لديها وليس لديها يعني هذا في القضية أو عادية وليس لديها القديم كان صعبا ستبقى صبري حتى وصلت للمرحلة الأخيرة ستشد طريق المجهولة والخطيرة والتي تؤدي بها لأحد العادة في اليوم كانت تسمع جارة وهنا جارة ستقول لها في الحل أن يكون لديها ساحرة أو دجالة سؤالتها قلت لك ساحبتها سترجعك صغيرة سترجعك الجمال الذي كان لديك المهمة ستبقى قناعتها لكي تذهب وحتى هذه الساعة ستفعل أي شيء لكي ترجعها لكي ترجعها وبالفعل ستذهب لها وستدخل لها ستبدأ في الخدمة وبدأت في الكتوب وقتك تكذب عليها وقتك تقنع فيها حتى تدخلتها لعالم التجل وقناعتها من الجن هو من يساعدها لكي ترجعها لكي ترجعها لكي ترجعها وفقات وقناعتها لكي ترجعها هذه الساحرة ستعطيني واحدة القدرة لكي تصويب لك واحدة الخلطة التي تكون معاونة الجن وكي تتأخذها لكي ترجعها لكي ترجعها وبالفعل هناك ستتقنع لكي تتعطيها كل يوم كل مرة كانت تعطيها وكي تصويب لها واحدة الخلطة المكونة من الأعشاب وكتبعها وكي تتكذب عليها حتى الزائب الأحمر وقناعت لكي هذا هو الدول ومن الوقت وهذا الدول هو الذي يرى من قاع الأمراض وسيحيطك وكي ترجعك وكي ترجعك وكي ترجعك وحسب وكي تفاقد الأمل ومتقدم هذه المشكلة تبقى تنفد في هذه الأوامر وكي تتاكل في هذه الخلطة وهي كلها مسمومة هذه الساحرة لم تنطيها الزائب الأحمر ستكتب عليه وكي تقول أن هذا الزائب الأحمر ستغلق ومتقدم هذه خلطة ومتقدم هذه و أي ساحر يريد أن نصب على شيء واحد يقول لها سنأخذ لك الزئب الأحمر لكي نفضل هذه الخطة أو هذه المهمة كلنا نعرف أن الزئب الأحمر غالب جدا و هذا الشيء بالطبع كنت أعودت لكم في هذه الحلقة للساحر ما عيب السوداني النصاب كنت أقلت لكم هذه الحلقة سنجد لكم الرابط الفوق و سنجدها لكم في صندوق الوصف قدروا تدخلوا و تفرجوا فيها المهم علينا الخوت كيف قلت لكم معها ستتاقل في هذه الساحرة و ستتاكل في هذه الخلطة نهار على نهار و قدروا المال الذي كانوا لها كلهم أعطيتهم للساحرة النصابة و ستتبقى على هذا الحل لمدة 4 سنوات 4 سنوات و هي تتاكل في ذلك هذه الدجالة بطبيعة الحلم التي تأتي لها معها تتوقع ترى و تقول لها يا ركزيانيتي ركزي صغاريتي أنت بديت تحسني لا يمكن أن تكذب عليها لكن هذه الساحرة لم تأتي لها معها للدار كانت ابنة معها التي اسمتها فاتين عبد الفتاح كانت ترى في هذه الساحرة و لم يعيش بشكل شيء فاتين و ترى أمها و ترى حالة لها غير تزيد خياب نهار على نهار هنا ستذهب لأحد الشيخ الذي اسمه و محمد لم تأتي الشعراء و قلت له بأن أمها ما تأكل و ما تأكل بالضبط هنا الشيخ سيقول لها لا تجعل أمك تأكل ذلك ولكن هذه الساحرة كانت تأتي لها مع هذا الصبر كانت مرضات كثيرة و مرضات بحد المرض الكبير ستجمع عليها الكثير من الأمراض و في 16 ديسمبر سنة 1989 سيتموت و سيتفارق الحياة الفنانة معها صبري و الذي كان عمرها كانت ماتت سبعة و خمسين سنة وبسبب هذا الشيء لابنة فاتين سيترفع دعوة قضائية على هذه الدجالة التي كانت هي السبب في الموت وهذا الشيء يتم القبض عليها و القبض على جميع المشعوذين وهذه الخوط هي الحياة بكل اختصار بعض المرات يأتي الإنسان يأتي له فرص لكي يأتي له معروف وبعض المرات يأتي له فرص لكي يأتي له فقير و يأتي له الأرض يعني الخوط كيف من الله قادر يرزقك قادر يرجعك فقير و الذي يتبعه طريقة ما هي هذه العاقبة لهم ستكون خيبة والله يرحم هذه الفنانة كانت هذه هي القصة للفنانة الجميلة صاحبة الضل الخفيف والذي باقي الأفلام في مصر و الأغاني لها ما زالون اليومنا هذا كانت موهبة كبيرة و رائعة والله يرحمها والله يخفر ليها وهنا الخوط و أستطيع أن أقول لكم ما وصلنا إلى نهاية الحلقة لنا إذا أعجبتك الحلقة لا تنسى أن تضعي و تشاركي مع صديقك كان معكم أمين قيطي شكرا 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 شكرا